الهرم ده مش متضلة او انا اسف كمان مش متغطي انت ليه ليه عايز لا تغطي ده ايه الفكرة اللي بتصنطه دي اذا كان كل العلماء الاسر او بعضهم شايفين الفكرة لا وقتها ولا زمانها ولا المردود الاسر التحى موجود لان الهرم ده من يوم ما تنشأ وهو بهذه الحالة اولا الهرم ده من يوم ما تنشأ لا ما كانش بهذه الحالة من كورا عمل كساء خارجي بارتفاع 16 مدنة وماكملش وماكملش السؤال بقى ماكملش ليه تم السؤال برضو وحال الهرم ده هرم خطرع ماشي حال الهرم هنا برضو عليه كسوة كان ماكسي وبقايا الكساء الخارجي كاملا وبقايا الكساء الخارجي بين هنا ولكنها كلها البلوكات دي كانت معبولة من حجر الجيري الجايد الصنع اللي جاي من طرح هنا كلها اعيد استخدامها واتخذت خلاص من الفترات كتير جدا مش موجودة مش موجودة وبالتاني صعب جدا توليف كسوة لا 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 دي ما نقدرش نعملها كلمة توليف كسوة دي ما نقدرش نعملها امال هنا انت ليه ليه الفكرة هنا قائمة الفكرة اللي هنا قائمة عشان البلوكات الحجرية الجرانيتية الاصلية موجودة ومتناثرة في كل جوانب هرم من كورا موجودة لكن في بعضها حجرة المدميك موجودة كل المتساقطة دي اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي حجرة المدميك ممكن تبقى مش كاملة ممكن بعضها وعيد استخدام ممكن بعضها اتقطع منه اجزاء منها بعضها وقع لما وقع اتكسر عشان كده احنا بنعمل الدراسة لتصنيف هذه الاحجار وبعد كده في حاجة اسمها هنعمل حاجة اسمها ديجيتال اه على تركيب كبازل كده وهنشوف على الكمبيوتر وتشوف المنزل الشكل زي تخيله الاول على الكمبيوتر الآن لما نشوف مش تخيله بقى للهرم هنا مش هنجيب جرانيت هنستورده من اي حتة زي ما البعض ادعى او احنا هنجيب جرانيت جديد من اسوان لا الجرانيت اللي موجود اللي استخدمه الملك من كورا هو ده اللي ان شاء الله بعد الدراسة هنشوف بحث امكانية تأكدتم ان هذه الاجارة هي انه واقعة من المدميك ولا في الدراسة تأكدنا انها هي هذه الحجارة اللي واقعة من المدميك وهتأكدها الدراسة يعني دي مش حجارة غريبة مش حجارة لم تستخدم اصلا ان دي بقاية بناء الهرم نفسه بناء الهرم من الحجر الجيري ايوا الهرم قدامنا اه ده مابني من الحجر الجيري اللي جاي من المحاجر المحلية في المنطقة هنا كويس لكن الجرانيت ده اسكان جه عشان يكسو الهرم التالت ويحافظ عليه ويحافظ عليه لكن وصل 16 مدماج فقط وصل 16 مدماج اه بارتفاع ادي ايه؟ لما نقول مثلا ارتفاع يمكن تلت الهرم ما يقرب تقريبا يعني يمكن 20 متر هو الهرم ابعاده ادي هادر اتكلم على ارتفاع مش دقيق وهذا اتكلم على طول القاعدة مش دقيقا طب ليه مش دقيقا لما اقول الارتفاع الهرم هقول انه 66 متر 67 متر طب ده ارتفاعه من فين؟ ارتفاعه من الريديم اللي احنا وقفين عليه ولا ارتفاعه المفروض يتحسب من البيدروك او الارض الصخرية الارضية اللي بيبحث عنها البعث اللي احنا البعثة هنجيب الارضية الصخرية ساعتها اه ودي ادي بحث علمي اضافة ان احنا نقول ارتفاع الهرم بالزبط كام من الارضية الاصلية ده واحد اتنين طول قاعدة الهرم كام حدش يعرف بالزبط البعث بيقول اها 102-103 متر تقريبا طب ليه ما برضو عشان ما جبتش نهاية الزاوية من تحت عشان تعرف طول القاعدة بالزبط قد ايه اكيد هتبع اكتر من كده بعد ما نرفع الريديم ونوصل لاركان الهرم الاربعة على الارضية الاصلية ده جزء من الدراسة ده جزء من الدراسة اه وما اللي يعني هنا امناني انت ليه قلستيلي بص على الهرم خطرع ولفتيني بالبصة دي ليه نقطة مهمة جدا عايز اتكلم عليها يا صحيحان لي